اشتركوا في القناة الظروف الطارئة النتيجة عن ازمة مياه الشرب وكشفت صحيفة واشنطن بوست ان ازمة مياه الشرب التي تشهدها مدينة جاكسون عاصمة ولاية ميسيسيبي لا تقتصر على الولاي فقط بل ستمتد لجميع انظمة مياه الشرب في الولايات المتحدة الامريكية ولازلنا مع حضراتكم من الولايات المتحدة الامريكية حيث قالت صحيفة نيويورك تايمز ان نتائج الاختبارات الوطنية لاطفال المدارس بامريكا تراجعت بشكل كبير بسبب اثار حالة الاغلاق التي تمت خلال ذروة تفشي وباء كورونا واكدت ان اداء الاطفال تراجع في عمر التاسع في الرياضيات والقراءة باكبر هامش منذ اكثر من 30 عام وقالت الوكالة الفيدرالية التي ادارت الامتحان التجريبي للطلاب انها فوجئت بدخامة التراجع في مستويات الطلاب ومن امريكا الى الحرب الروسية الاوكرانية ومحالة الفزع التي يسببها القصف المتكرر لمحطة زابورجية نوية خلال الحرب الروسية الاوكرانية قال علم الفيزياء الروسي اندريا ازروفاسكي بحسب بي بي سي انه في حالة وقوع حادث في محطة الطاقة زابورجية فان ذلك سيتسبب في اطلاق كميات كبيرة من نظير السيزيوم المشيع والمعروف بقدرته على الانتشار لمسافات طويلة عبر الهواء قد يكون الانتشار نظير السيزيوم المشيع عواقب وخيمة على صحة الانسان كما يمكن ان يتسبب ايضا في تلوث الاراضي الزراعية مما قد يؤثر على المحاصيل ليس فقط لمدة ايام بل لسنوات طويلة قادمة واضاف ايضا انه بالاضافة الى المفاعلات فان مرافق تغزين النفايات النووية في منشأة زابورجية تشكل خطرا كبيرا وفي حال تعرض تلك المرافق لقصف سيكون لذلك عواقب وخيمة ومن الحرب الروسية الاوكرانية الى اسبانيا كشف الانخفاض الحاد في منصوب المياه في الخزانات بسبب الجفاء في اسبانيا عن اثار لكنيسة عمرها الف سنة بكتالونيا واشارت صحيفة لابونجورديا الاسبانية الا ان الكنيسة ظهرت بالكامل بسبب انخفاض منصوب المياه ولا ذن ما حضرتكم من اسبانيا حيث تسبب سقوط كتال ثلجية قطرها 10 سنتيمتر الى وفاة طفلة عمرها 20 شهر فقط لتعتبر اول حالة وفاة في اوروبا سبب سقوط كرات التلج منذ عام 1997 كما تسببت الكرات الثلجية في اصابة 50 شخصا بالاضافة الى اضرار كبيرة للمباني خاصة الزجاجية منها والسيارات في البلاد ومن اسبانيا الى تايوان عيث رصدت وزارة الدفاع التايوانية 53 طائرة عسكرية وتمن سفن تابعة للبحرية الصينية في مناطق حول الجزيرة واشارت وزارة الدفاع التايوانية ان هناك 14 طائرة اختركت الخط الوسطي بين الجزيرة والصين واكدت تايوان انها ارسلت دوريات جوية وبحرية قتالية ونشرت انظمة سواريخ دفاعية لتعقب الطائرات العسكرية الصينية ولمن لا يعلم فان الخط الوسطي الذي تلتزم به كل من الصين وتايوان كحدود غير رسمية في العقود السابقة ليس له مكانة قانونية واكدت الصين عدة مرات منذ عام 2020 ان الخط لا وجود له ونعود سريعا الى امريكا تخيل معايا انك تعرضت لعشرين الف لسعة نحل ايبقى حالك عامل ازاي ده بالضبط اللي حصل لشاب امريكي تعرض لأكثر من عشرين الف لسعة نحل قاتل ولكن الاصعب من ده انه ابتلع نحو تلاتين نحلة يدخل الشاب الامريكي البالغ من العمر عشرين عاما في غيبوبة تمة ويتم وضعه على اجهزة التنفس الصناعي وكشفت والدته كواليس الحادث وقالت ان ابنها كان بيقطع شجرة لمون لكن للاسف ازال بالخطأ عش من النحل الافريكي القاتل والمعروف بانه مؤذي جدا وبالتالي تعرض لهجوم من الاف من النحل ادت الى وجوده تحت الرعاية الطبية الكاملة حيث توقع الاطباء تعافيه بشكل كامل في وقت لاحق في كده نكون وصلنا نهاج جولتنا الاغبارية اشكر حضراتكم شكرا جزيلا كان معكم محمد جمال والى اللقاء في جولة اغبارية جديدة من بر الحدود موسيقى